موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي قناة الوطن الجزائرية أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى برنامجكم الأسبوعي زوايا اقتصادية السياسة الطاقوية في الجزائر بين الدراسات الاستراتيجية والمتطلبات الاقتصادية واقع قطاع الطاقات البديلة الفرص والتحديات تنويع مصادر الثروة الطاقوية بين المعايير التقنية والتوجهات الدولية لإثراء الموضوع يسعدنا استضافة الأستاذ ثوفيق حسني نائب المدير العام لمجمع سناطراك سابقا الرئيس المدير العام للجزائري للطاقات البديلة نيو انرجي ألجيرين أهلا وسهلا ومرحبا أهلكم السلام ورحمة الله كما نسعد باستضافة الخبير الدولي في مجال الطاقات البديلة الدكتور شريف سوامي أهلا وسهلا ومرحبا إذن أبدأ حديثي مشاهدين الكرام مع ضيفي الكريم الأستاذ ثوفيق حسني أبدأ من حيث التصريح الأخير للرئيس التنفيذي لمجمع سناطراك التصريح الذي أدل به الأمس للإذاعة الجزائرية أن شركة سناطراك ستثمر ما لا يقل عن سبعين مليار دولار خلال العشرين سنة القادمة من أجل إنتاج عشرين مليار متر مكعب من الغاز السخري سنويا هل استراتيجية طاقوية الآن في الجزائر تتوجه لإيجاد بدائل حقيقية في إنتاج الثروات الباطنية السيد حسني توفيق؟ شكرا على هذا الاستجاب بشنا بغيت قبل كل شيء نفهم الدور التاعي في هذا الاستجاب ننتكلمه خاصة على ما يخص استراتيجية التقاط البديلة وما يخص تصريحات مسؤولة للصناتراك الصديقي وما نظنش بللي عندي لتزامات تاعمة تسمح ليش باش ندير أي ملاحظة على الشقيق ولكن نتكلمه كخبراء اقتصاديين كمسؤول سابق لدى مجمع سناطراك كمسؤول سابق في الجزائر للطاقات المتجددة لابد أن نعطي الموضوع حقه من الزاوية الاقتصادية يعتك صح لما نرجعه المهم تاع الحوار تاعنا تاع اليوم هي تكلو معا على الاستراتيجية التاقة بصفة عامة ومزداوج التاقوي في المستقبل ناخذه بعين الاحتبار النمو مستدم تاع البلاد في هذا الايطار وتلبية الثاني الأجيال القادمة صحيح باش نكونوا على يعني الحفاظ على المنسوب العادي ليضمن مستقبل الأجيال القادمة هذه هي نظن الشيء اللي هم العدالة في توزيع الثروات طبعا يا تك ممتاز ممتاز ولما نتعلق من هذا الشيء نفهم يعني تصريح السحنون هو المهمة تاعه كيف يستغل جميع التاقات طبيعي جدا طبيعية طبيعي والمهمة لراه يعني المسؤول عليها والصالحات تاعه هي كيف يستثمر هذا الشيء لكن احنا اهم شيء يهم المشاهد الان الكريم هل الجزائر الان وفق التحديات الاقليمية المحلية والدولية وصلت الى اهمية ان نلجأ الى استغلال الثروات الباطنية بتنويع مصادر الثروة باستغلال الغاز السخري انظرنا هذا هو هذا هو الآن لازم نقضية ملأمة البرامج الطاقوية مع متطلبات السوق المحلية هذا هو اللي لازم نوصل لها يعني الآن هي فالحق طرحنا احنا قبل كل شيء هي تكوين النمدد تا الاستهلاك التقاوي في الاجل بعيدة الاجل بعيدة من على الفين وخمسين سنة الفين وخمسين لما تخل في هذه الدراسات واش يزمك تعمل يزمك قبل كل شيء تعرف ما هما اهداف يعني ما هما الاحتياجات التقاوية لتلبي لازمها تلبي النوم الاقتصادي ممتاز نعم النوم الاقتصادي الآن تفهمنا عليه ونظن جميع التصريحات راهي موحدة على مستوى سبعة فنمية نوم سنويا باش نقدره اللبي جميع وتطلبات والتظويف جميع الآن الباطلة لأنهم موجودين في السوق هذا الشيء مفهوم لما نحق من بعد هذا الشيء الاستهلاك نشوف باللي الاستهلاك الحالي راحو غير منطقي راح نشوفه باللي راحو تبذير من اي ناحية تبذير من اي ناحية سيس حنون سيس حسني سيس حسني تفضل التبذير راهو جاي اولا من عدم يعني ايرتيبات تان بقيمة جميع الموارد اللي راحي تكون مفقودة في السنوات اللي راحي جاية وهذا الشيء نتكلمه على اسعار التاقة ما يخص الكهرباء ما يخص الغاز وما يخص البنزين نعم هو الوضح الأستاذ التصدير تقص الاستهلاك المحلي الاستهلاك المحلي التقوي هو اللي يفوت التصدير وهذا لابد له من مراجعة سياسة الطاقوية نجم نراجع سياسة الطاقوية حقيقة فيه الآن مصادر الثروة الباطنية لكن قبل استغلال مصادر الثروة الباطنية لابد من جعل خيارات حسني خيارات الآن هل الآن خياراتنا حكاماتين وتقنية تفضل اسمح لي قبل ما نلحق لذلك نعطيك المستوى التبذير لما تشوف باللي الاستهلاك المحلي راه يلحق كما راه يسرح لها ثاني سحنون قال لك راه لحقنا 35 مليار مدنو كعبة غاز واللحظ باللي من الثالث 2020 أنا نفوت 60 مليار يعني لابد ترشيد سياسة الطاقة في الجزاء ترشيد ولذلك أنشئت الجزاء للطاقات المتجددة والوكالة الوطنية لترشيد الطاقات هذه موجودة لكن هذه يزن تكون أولويات هذه لبريتنا نركض نرجع لك الدكتور الشريف سوامي الخبير في طاقات البديلة الواضح أن الآن فيه ثروات باطينية ينبغي التحكم فيها واستثمار جيد ملائم للتوجهات الاستراتيجية للسياسة التقاوية في الجزاء استغلال الطاقات البديلة هو محوى الرئيس في البرنامج الخماسي 2015 2019 في مجال استغلال الطاقات البديلة سواء كان الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لكن موازنة مع ما ينمو في مجال استعمال الطاقات البديلة هل الآن نحن أمام تحدي في استغلال الثروات الباطينية باستعمال طرق تكنولوجية حديثة وعلى رأسي استغلال الغاز الصخري أولاً باستغلال كي نأخذ 70 مليار دولار في تنقيب تقول لي باش يخرج 20 مليار غاز كي نعمل 70 مليار تقسيم 20 مليار 35 دولار هل رح يضمن باللي السعر هذا على مدى خمسة سنين وعشر سنين يكون سعر الغاز هذا أنا أنا شك فيه من هذا البرنامج أن يكون محطة للتقييم نعم بين ما يمكن أن نجعله من وسائل في استغلال الغاز الصخري وبين الإمكانية المتاحة في استغلال مجالة أخرى وعلى رأسها الطاقة الشمسية نكمل المقاربة الاقتصادية تفضل سياح حسني وذا بيه يكون الحوار فغلت بس نكمل لكن نكمل فضل خليكمل فقط الفكرة نكمل الفكرة برك إحنا كي نعملوا مشاريع هذه الغلطة اللي نقاوها في كل مشاريع اللازم نقعدوا في الإشكونا الإباليواشن دمتزيس مور يعني شوفوا شحاليس قابلي ولكن لا لا ما شوفوش التقييم بتاع توس كي فيا أطور يعني لكو آناكس لكو تعل الكود أمباكس في الانفيرونمون لتوتي الموجير رابراندر بور بروتيجي كي تدير الحساب بتاعك ما تلقاشوا رحك في 7 مليار تلقاشوا رحك في أكثر والتاقات متجددة عندها في هذا المجال أكثر من ميزة يعني تأخذ مثال كي تدير التاقات الشمسية تستعملها باش الفوتوفولتائيك باش تعمل الكهرباء هي من هار اللي تصنع البانو وتحطوه في المكان ننتعو وش راح وراه الامباكس يعني يقعد في المكان ننتعو هي أكثر من هذه راي يوفر الظل حتى واحد الزراعة تقدر تأثيرات ولكن فوق الكو هذا الكود أكس بلتاسيو احنا تجدون عندنا مشكلة الكود أكس بلتاسيو منعرفوش 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 نقيمه ونعرفوش نديروه في حساباتنا تاع الاستثمار الأولي أنت كي تقولي سبعين مليار غضوة وأنا مسؤول على الويسرانيين نقولك ماشي سبعين مليار كي يبدأ في الإكس بلتاسيو واللي يقولك لا نقصنا البيوت نقصنا سبعين مليار وخرى يعني ممكن هي أولا لابد من مراجعة قيمة المشروع القيمة المالية المشروع ويجعل معادلة بين قيمة الاستثمار وتدعية الاستثمار فيما بعد يعني تدعية لإكس بلتاسيو لإكس بلتاسيو فضل فضل عندك حق ودرت مقارنة باش الدين مقارنة يجب معطايت لا لا يجب قارن حقا يطارب يعطيك صح يجب تقارن الشيء اللي يقدر يتقارن صحيح يقارن بشيء يمكن تقييمه تثمينه أخذنا ما هما البديل البدائل البدائل بميخص التاقة واخذنا يعني مشروع اللي يقدر يسمحنا باش نديله المقارنة أيوة وهوش قضية تخذت تاقة الشمسية الحرارية أيوة الغاز السيخري أيوة والنووي النووي باش تقارن مع الأخوة يجب تأخذ ظرف ثانوي خمسين سنة لخطر الاستثمار ثقيل بالذات ثقيل نعم صحيح ومكلف صح وكما قال الدكتور هي تأخذ عن الاحتبار لإنتاج يعني تكاليف الإنتاج تكاليف الاستغنال كشف تكاليف الكشف تكاليف تطوير يعني باش تتم المشروع تعال وتكاليف حماية البيئة ثاني إذا مدخل نعم صحيح خاصة بالتكنولوجية المحلوقات هي باشكالين الكود يعني لما تم بير تكمل نعم سهل لو يكلفك باش تسكر طبيعي جدا طبيعي نعم و باش تكون عندكم نظرة التكليف باش تسكر بير فيما يخص الغاز السيخري يساوي تكليف النقب يعني متساوي لما تنقب و لما تغلق حظرات ما تحلوا بسبعة أو ثماني مليون دولار و تكترون سبعة أو ثماني مليون دولار بعد استغلال مصادر بعض من الخبارات في أمريكا هادا هما المعلومات طبهم باش إذا مكدام نثبتوا المصادر المعلومات ممتاز 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 و بعد الثاني إذا متدخل في عاني الاحتبار الاحتياطات الريزار ملا لما تشوف بلي بهذا الشي كامل و كيف باش قارنناهم سواسوا أخذينا تكليف إنتاج كهربي من هاد ثلث يعني مصادر ممتاز وش وين نلحقو نلحقو بلي ما يخص التقع الشمسية لاحتياطات ما عندهاش ما عندهاش حدود ما عندهاش حدود ما عندهاش حدود وبالتالي حبينا ندروا مقاربة إذا سمحت سيحة سني توفيق بين ما يمكن أن يكون من تداعيات قيمية القيمة يعني قيمة حقيقية لكود اكسبواتاتيون فيما يخص الغاز السخري وفيما يخص التقع الشمسية حتى نكون إيجابيين أكثر فضل رانينا لاحق لي رانينا ماشين في هذا الغاز السخري أخذينا الثاني ما يخص الغاز السخري كانت معلومات ها تتكلم على عشرين ألف مليار مات المكعب وما يخص النواوي عنا تسعة وعشرين ألف طون هذة ها هي معلومات باش تكونوا على بلكم تسعة وعشرين ألف طون تسمح لكم وحدة ألف ميجاوات لمدة خمسين سنة خمسين سنة ألف ميجاوات وحدة لإنتاج ألف ميجاوات يعني الاحتياطات الموجودة في الجزائر ما تسمح لنا إلا وحدة وحدة ونلحقول الشيء اللي هم مالا واش النتائج لقيمة إنتاج كهرباء من تاقة الشمسية راح يكون تحت عشر سنتين دولار للكلوات ممكن تكون أقل يعني إذا استغلت بطريقة علمية الغاز السخري راح تفوت هذا طبعا والنووي راحه الآن عشر عشر سنتين في إطار هذه المقاربة الاقتصادية الدكتور شريف سوامي يعني لابد من دراسة سوقية ممنهجة ومقننة باستعمال الآليات الآن التقنية في استعمال المصادر الطبيعية عوض المصادر الباطنية يعني عندنا تقريب 365 يوم مشمس في الجزيرة بالتقريب يعني يعني تقريب عندنا حواليا ربع لف شاعة يعني إذا جعلنا مقاربة اقتصادية بينما يمكن استغلاله بتكاليف يعني موفرة الآن لاستغلال الغاز السخري ومقابلها يعني من إيجاد بداء الحقيقية فيما يخص طاقة البديلة على رسال الطاقة الشمسية كيف تكون المقاربة الاقتصادية المقاربة اقتصادية 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 هي كما قلت يفو بيلانتي لازم تعمل بيلان بتاع المشروع بتاعك وتدخل فيه كل المصاريف ال ديراكت يعني اللي رك شايف هذا مصاريف المباشرة وغير المباشرة هذا الغير مباشرة ما يبانوش ولكن كتير حسابهم تلقى هم يفوتوا في بعض الاحيان الغير مباشرة يعني ممكن معني دراسة يعني تكون ميدانية ما نديرش فيها التفاصيل يعني يطلع عندك لازم تعمل تنقيب لازم تعمل تقريب 11 او 12 بئر غامق باش تعرف الكونستيطوشي جيو 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 فيزيك باش تعرف المكونات تعل الارضية تعمل تحاليل تانيك سور لنيفو بكتيريولوجيك تعرف التيب تعل بكتيري اللي راي يعيش في الطراب خاطر الناس يجيب لهم ربي بالحياة راي غير فوق سطح الارض ولا في البحر ولكن كين حيات اخرى تعل بكتيريات هم عايشين في الارض سي دي بكتيري انايروبي تري 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 توكسي يعني عندهم اكسترام رابد في الزيدروكاربير و عندهم امباكت ممتاز لباش تعمل هذا اللي زيت هذا ما هذا كامل تنقيب ممنهجة دراسات فيه دراسة ولكن دراسة ما تحبش يعني درتها وخلاص كي يبدأ يدير تنقيب بنتاعه باش يروح للاكسبلوتاسيون عنده المخبر ما يحبش همعه تولتا نعم ممتاز سوف نرجع دكتور شريف سوامي إلى واقع قطاع الطاقات البديلة فرص وتحديات بعد هذا الفاصل مشاهدين الكرام عودة مشاهدين الكرام إلى زوايا اقتصادية والمحور الثاني واقع قطاع الطاقات البديلة الفرص والتحديات وأرجع مباشرة لضيف تفق حسني الرئيس المدير العام لشركة نيال سابقا الأستاذ حسني لابد من دراسة واقع السوق الطاقوي بالرجوع إلى قيمة الاستثمارات المشاهد الكريم والمتتبع لشأن الطاقة وقيمة المال ومستوى الأعمال حتى الثروات الباطنية يعلم المشاهد الكريم أن في قاع البحر فيه ذهب لكن هل يمكن أن نستغل الذهب الموجود في قاع البحر نظن هذا هو موضوع الحوار طاقتنا خلاص كيف نتكلم على أي مشروع لابد أدير احتمارات على التكلف التكلفات في تكليف يعني في الاختصمار وباش نحاوز نرجع للمثال اللي أخذيته يعني لثلثة التكنولوجيات التقوية التقوية التكنولوجية نزيد نثبتها يعني أخذيت يعني مستوى ألفين ميجاوات يعني ألفين ميجاوات من الإنتاج من الإنتاج أيوة لمدة خمسين سنة خمسين سنة باش نقدر نقارنه هذا التكنولوجيات التقوية واش حصل يعني هي ألفين ميجاوات من الإنتاج على مدة خمسين سنة كم يكلفنا ما يخص التقوية الشمسية عشر مليار دولار عشر مليار دولار لإنتاج ألفين ميجاوات على مدى خمسين سنة يعني دخل في هذا الاستثمار الوحدة الإنتاجية التقوية ممتاز الكهرباء ممتاز الغاز السخري تقريبا ثلاثة وربعين مليار ثلاثة وربعين مليار والتقوية الناووية ربعة وخمسين مليار إذن المشاهد الكريم يمكن أن يعمل عملية حسابية أن الطاقة الشمسية الدكتور شريف سوامي هي ولو أن تكلفة الآن استغلالها تكون عالية لكن المرضود التح المقسم على السنوات الاستغلال سوف يرجع بقيمة أدنى من استغلال طاقات البديلة ما نشاركك شراء كي تقول تكلفات الاستثمار أعلى لماذا لماذا لا تشارك نرأي حتى المشاهد ما نشاركك ش كي ناخذ مشروع التصنيع الجزائري كي يكون تصنيع من التصنيع البدائي إذا تكلمنا فيه أنيفا وين نمشي من العسيليس ما شاء الله عنا الرمس فيه العسيليس نبدأ من لفاظ هديك عنا الرم وعنا المياه وعنا كل كل وعنا الأدمير وعنا الكفاءات وعنا الخيارات وليهذا في عدوك نروح نشريه أنا الآن تقريب الاسيليس في 0.40 دولار في الصين كاليتي موين ما نقول يعني حتى 0.50 تقريب صح كي تصنح في الجزائر رح يلقيم تهطيح وكون عندك صفور فات يعني تكنولوجيا جزائرية تقدر تزيد تطوير جزائرية ولي لبالوراجوتي 100% 100% ولهذا التكلفات زي تحبط ولكن كي تروح للتنقيب مثلا في الغاز دوشيست التنقيب يقعد التنقيب بلك لكن طرق التنقيب تختلف سي سوامة طرق التنقيب لا هي طرق هي هي الهيدرولوكية موك تكون في تكلفة لا تهدر على تنقيب لفوراج سي لفوراج سي لفوراج يقعد لمام بسك المترجم مت成قوند مائم ماكسيما بين ما يقدرش. ميلة 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 سائسون متر. مالة ما يفوض. سا ديبون لاناتور دي صول. اور لاناتور تعزير. ناخذ الموضوع من الزوائية السادية متخش في الزوائي التقنية. لانا تقنيات باش نرجع الاقتصاد. هذا كله التكاليف علاش لاتدرجة هذه كسين تكنولوجيا ولازم لها مستوردة مستوردة ثانيا لازم لها لازم لها صيانة لازم لها عندها يدعمين مؤهلة انتايا كي تحفر عندها تخدم لك حتى البانو سولار عنده يندير ايدي اخر بانو سولار عنده 25 سنة وما عندك حتى عباكر الليلولاتية نتاع وشناو تبعث آجان يمسح يمسح ولا يقدر عليهم ولا عنده شهريا يعود يشوف الكهرباء يفوت في الكوابل في الكاب يصرف فيها شوية يعني الحرارة كان شوية حرارة باش يكون لكن شريف سوامي أنا أمام واقع قطاع الطاقات البديلة في الجزائر وعنة فرص وعنة تحديات الفرص أنه عندنا مخزون كبير من الغاز الطبيعي الموجود في السخور وفي طريقتين لإستغلال الغاز هل الأفق تعنا الآن في استغلال الغاز بالطرق تقليدية أم الأفق تعنا الآن في استغلال الغاز بطرق غير تقليدية الغاز كنفنسيونا كنفق كنفق Devi كنفق المؤشرات مؤشرات الاستراتيجية الآن من ناحية استراتيجية لما نرجع للحوار الآن دخلنا في مرحلة تنقيد من نموذج إلى نموذج آخر هل أوصلنا مثلا المرحلة هذه الآن لما أدريت التراتيجية يجب أن ترى كيف يكون المستقبل لتعك طبعا المستقبل تقوي نحن نخصنا في هذا الحوار الثانا هو التقوي نبقى في المستقبل التقوي كيف ترح تشوف على المدة الآن قول على عشرين سنة دوميل كارونت لنخذ هذا الأفق وعندنا أفق ثاني هو دوميل الفين وثلاثين لإنتاج 22 ألف ميجاوات من الطاقات البديلة والستيشرف سوميا مطلع على البرنامج في عفقت دوميل كارون ألفين واربعين واش راح يسير التاقة الأولى يعني الانيرجي بريمير اللي راح تكون مستهلكة تولي الكهرباء طبعا طبعا صحيح صحيح اللي راح يلحق لتسعة ولا عشر ميلاير نسامة نسامة صحيح واللي احتاجات زيد الآن والطلب يزيد طلب الانتاج والطلب يغلب الانتاج يغلب الناس راح يكامل تفهمت يقولك باللي البيترول من الفين وعشرين ممكن ممكن احتمالات والغاز الفين وثلاثين احنا كنا نديرو استراتيجي ازنا الفكرو الفكرو في الفوق الفين وربعين صحيح صحيح الغاز علاش تحرقو الغاز راهي ما تستعملها بيطرق الكيمياء بيطرق كيمياء ايه ايه الموضافة ايه وعلى نقعدو غير نبيعو غير الموارد الاولية الماتير الفرميار تتعانا بلا تطوير بلا ونقدروا نبيعو المشتقات تقاوية وعن يعني لا اقول مئات بل الالاف من المشتقات تقاوية ما شيء اكثر من هذا لما الموارد قليلة في قيمة تحديد اكيد اكيد وانت ايا لما تستهلك جميع الموارد تحديد اليوم اخذ دول اجهر كيف يديرو لذلك احنا نريد من هذا البرنامج ان يكون في تصور وافعي لتنويع المصادر القاوية في فرص ستناسب طالب الاجيال القادمة ولكن كيف نستغل هذه الفرص وفق هذه التحديات التي تشير في شوامها لدينا فرص لا بد من استغلالها احنا احسن واحد يشوف القيمة يعني القيمة تكلفة باش تعمل الاكسبلوتاتيون تأشيس تكلبنا عليها لا تشوف وتشوف الكورب أصندان تشوف السوق السوق الطلب العالمي كيف راي يتمشى وكالس البرامات اللي مشيوا السوق التاقة انجنرال يعني فيها زوج مجالات في الاستهلاك يكون عائلي ولا يكون صناعي طبعا زوج مجالات عندك مجال كهربائي ومجال غازي طبعا هذا مفروغ منه صحي المجال الكهربائي الان هو هو اللي راي خذال كم ندير خذال القسم الأكبر القسم الأكبر صناعات كل تمشي بالكهرباء الجهاز الهاتف اللي رانا به كهرباء صناعات الصناعات الغازية الآن بدأت تستراجع الصناعات الغازية بشنا نستعمل استعملوا الغاز نحرقوه بش نولدوا الكهرباء يعني ضيع عليش ما نروحوش مباشرة مباشرة للكهرباء تصناع الكهرباء وهي منطقة الشمسية منطقة الشمسية أو منطقة المتجددة ما كش غير الشمسية كائن الهوائية كائن جيوترامي عندنا ما شاء الله يعني عوض نروح لنديروا شيء اللي هو انترميديار واسطة نمش نكمل لك حاجة أخرى نحن الآن نرى نفي مشروع تطوير بإمكانية جزائرية محظة أنا و نحن عندنا الكهربائية كنديها منطقة الشمسية أو لليوليان عندنا الكهرباء هذا نقدر ننتج الغاز بأي طريقة استشريف لا تكنيكو كوني عندك الهيدروجان عندك السودو من هنا كائن تقنيات كيميائية معروفة يعني ما نش جوريان فونتبالارو فهمت ولكن كائن تقنيات اللي تستعملها باش تبتميزي ولكن تستعمل الطاقة الطاقة هذي من نجيبها ما رحش نروح لسوني القاز نقولهم أعطيوا لي خطر التكاليف رح تكون بايضة نستعملها منطقة الشمسية مباشرة نتحول الطاقة الشمسية إلى كهرباء ونستعمل كهرباء هذيك باش نولد نعم الآن سيلو مودا البروتوتيب يعني الموجود الموجود يعني هو مخبر ولكن مر البروتوتيب هذو ما تقدر تروح إلى نماذج شبه صناعي صناعية مرها إلى نماذج صناعية تولد بيها الميثان الميطان سيلاشكات اللي رانا نحوسو ننقبول الأرض باش نخرجوه نعم ممتد ولكن كي تعمل هكذا تحافظ على الريزارف الريزارف الاحتياط الناس انتا يدوك كما قلو انتو ما رانا اوتور دون طابل نبيعو في الممبرودي ناخذوا ميثال بسيط الناس كم اللي يعرفوها البطاطا حيث وفر انا ننتج وانتا تنتج هو ينتج الاسعار طيحة طيحة تسقط كي انتا ما تنتج تخرش من الطراب خطر مش وقته وهو ما ينتج وانا راني مستوكها نولي انا ينبيع فيها باسعار نعم ولهذا متطلبة سوق يعني العرض وطلب اسمح لتشوف الاستراتيجي كينني استراتيجي كوميرسي على تونيا روسي طبعا يعني علش نفوت على نفسي الفورص باللي على عشرين ثلاثين سنة يكون عندي احتياطي وعندي اسعار احتياطي كبير يعني احتياطي كبير وعندي اسعار ودك الوقت نقدر نفرض الاسعار ودك الوقت نكون ضمنت للاجيال اللي جايين ضمنت لهم كي ما قولوا اني مخبيها لك ولكن الاستهلاك كما كان الاستهلاك المحلي رح يزيد تعطى نحط له الانيرجي دوت رسورس دي انايرجي نوع ثاني حاجة الترشيد الاستهلاك الترشيد الاستهلاك يجيه بطرق آلية سهلة قال نعمل لبالي قال انت في دارك تستهلك إلى المدى هذا كيلوات فوق الكيلوات هذا السعر مازيش ندعم سوف نرجع سيحسني فقط إلى تنويع مصادر الثروة الطاقوية بين المعايير التقنية والتوجهات الدولية بعد هذا الفاصل لو سمحت نرجع إليكم مشاهدين الكرام إذن عودة مشاهدين الكرام لحديثي عن تنويع مصادر الثروة الطاقوية بين المعايير التقنية والتوجهات الدولية الأستاذ حسني توفيق الأكيد أن الولايات المتحدة الأمريكية تحولت من دولة يعني مستوردة للطاقة إلى دولة منتجة ومصدرة للطاقة هل هناك توجهات الآن دولية فيما يخص إدارة مجال الطاقات البديلة وعلى رأسها الطاقات الباطنية فيه توجهات الآن استراتيجية دولية شكرا أريد أن أدخل في التفاصيل نعطيك معلومات تفضل يا سيتي لما انتلقنا في هذا الحوار قلنا لابد أن نبدأ لنفكر في نموذج الاستهلاك الطاقوي نموذج الطاقوي الذي يتلأم مع الاستهلاك المحلي الجزائري ونفكره كذلك في التصدير وتخلنا في التفاصيل التكلفات الطاقة الشمسية النووية وتحكم على التكنولوجيا نظن هذه شار إليها الدكتور السوامي نعم نعم ولا ما تنساوش بميخص أتكلم على الفوتوفولتايك والتاقة الشمسية الحرارية واشنهي هيا زوجة يعني هذا ما تتلبناش المساكل ولا تكنولوجيا عالية جدا عالية جدا ثالثا لا يزمن أنا نفكر بالتاقة هي يعني حساسة من ناحية استراتيجية ولما تدخل في التكلفات والتقييم الاحتياطات الأغلبية مشبوحة لأنه سياسيا كل واحد يزمن يبين عنده امكانيات يتسمح له يوظف إذا رجعني إلى السياسات الدولية معايير يعني معايير تقنية أنا نجعل سؤال تفضل أريد أن نتكرر نجمع لما الأولى هي مستعشار بوش عندها سنواتك كان بوش واش قال قالوا سيدي رايس للتاقة الشمسية في الصحراء مهمة نعم وراهي على بلغ بلاد التعنى حتى الرئيس أوباما لما جاء جابع أكبر المستشارين التقنيين وقال لابد من التفكير ماليا في إنتاج الطاقات البديلة أفهمت عسل نكمل لما هذا كان مستشار واش قال لي قالوا سيدي رايس باش نرجعول على أمكانيات التعنى فيما خص التاقة الشمسية الحرارية خاصاته على بلغ اللي لا يتلحق عاش مرات الاستهلاك التاقوي العالمي تعاوش حاب يقول عشر مرات عشر مرات مثلوها يرامي وزنوها بتراواتر مئة وسبعين ألف تراواتر مئة وسبعين ألف تراواتر على بلغ شح هذا هو الاستهلاك تعالنا نحن نجزي سبعين 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 تراواتر سبعين تراواتر أكتوفها سبعين قارن سبعين مع مئة يعني شح مئة تالف خضر كتكون عندك إمكانيات هكا على ترفضهم صح بللي هذا السروا مكسب حالاني لكل بطليموان ونديا يعني ما بقى اشتاعك هذه فيها معاني ومباني هذه المعلومات الأولى الثاني ما قال أخير نيويورك طايلز واش قالهم قالهم أنا استعملنا استعملنا الغاز السخري لمرحلة وراه في الحق راه يعني تطورنا الاقتصاد تعناقل بهذه الآن لكن في مرحلة ما كانت تطور في وقتها كانت مهتمة بالبترول لأنه مهتمة بالغاز يتكسح في دراسات سراتيجية طبعا والأمر موش هكذا كاعتباطيا يعني عندك الحق يزمنا نعرف بلي علش كانت في مرحلة تطوير النفط ومبعدين توجه للغاز ما كانش في الحق غير تطوير الغاز الهدف الأول هو كيف كانت كيف تطوير باش تطوير البترول الخام البترول الخام في الصخري نعم لا خطر على بلك البترول في تاريخ المحروقات الاكتشاف ما كانش يعين الغاز كان يعين أولا البترول هل في مؤشرات الأستاذ حسني فيما يخص هذه هل في دراسة الآن ممكن نفيد بها المشاهد الكريم فيما يخص مؤشرات استغلال مثلا بيترول والغاز في الولايات المتحدة الأمريكية خلينا نكمل هذا يعني باش نرجع لمهمة استراتيجية التاقة الشمسية تعنا ومن بعد هذا كالشي جاء الجيش الألماني تعرف بل كيف يعني مهمة التاقة في العالم طبعا مهمة جدا دار نفس الدراسات والحق نفس النتيجة لابد باش الأوروبا تضمن أمن التاقة الشمسية الصحرق الأمن الطاقوي أمن الطاقوي نعم ضروري جدا يعني لك هذه هي باش نغير باش نثبته عندنا ثروة ورانا نحن نضمن الثروة الباطنية نرجع الآن المعلومات لتطوير الغاز السيخلي نشوفنا في الحق ما كاش الهدف تطوير الغاز كان قبل كل شيء تطوير البطرون البطرون نعم والاحتمالات هي الاجتماعي الوكالات الدولية للتاقة نعم ويزن ويزن نعرف بللي جامع هذه الوكالات هدفتها قبل كل شيء سياسية طبعا ما ينزمش هدف اقتصادية في المياه هي تغطيها بأهدف اقتصادية بس هدف سياسية قبل كل شيء والاحتمالات تاع لهذا الوكالات ما يخص امريكا قاتش لانا نسمعه بزي باللي لانا نتكلمه على التجربة في البلدان الاخرى تجربة في روسيا في التجربة الوحيدة اللي قدر ناخذها بعين احتمال هي امريكا لانا نكون واقعيا في امريكا إذن نعرف باللي في كاين واحدة السبعة ولا ثمانية حقوق ولكن إلا حقلين حقلين دراهم يكونوا أكثر من 60% من الانتعاج من بين السبع في حقلين فقط وهي هما هي ايغر فورد وبيكرس هذو هما يعني ماش ميخص يعني المعلومات اللي راه صدرت اخيرا واش نشوف نشوفوا باللي ما يخص امريكا ما يخص الشيلغاز كانت احتمالات تاع هذا الوكالة العالمية تساوي ربعمية ربعمية وحشرة يعني ربعمية عشرة هي يتكلموا عليها بالخزين يتملو تليليون كوبيك يعني هذا يد تليليون كوبيك يساوي تقريبا تقريبا 28 مليار متر مكعم شيء كبير هذا احتمالات مصادرة الثروة باستعمال الطرق والتقنيات الحديثة على رأس الطاقة الشمسية تقنيا هل الآن كفاءات الجزائرية الآن مؤهلة إلى دراسة مثلا استراتيجية ميدانية مقاربة مع مصادرة من الدراسات في استغلال الغاز الزخري يعني تكون فيه مقاربة يعني واقع بواقع تقنية حتى مبقاش في الجانب النظري يعني مش نظري الكمبيتنس هم هنا ما شاء الله دكات يروا مهندسين واقتصاديين معروفين يعني عالميا يعني بش يرجعوا بدراسات مدقاقة توجهات الدولية السي شريف لأن ألمانيا الآن وبعض البلدان الغربية يعني رأيشة أشوات كبيرة فيما يخص استعمال الطاقات الشمسية مش برك ألمانيا ألمانيا حتم روسيا رايد دول عربية الصين رايد مملكة العربية السعودية الإمارات العربية المتحدة مصر الآن عندها برنامج طموح في إنتاج طاقة الشمسية لا غير ذلك كلهم وعلاش خطر عندك في سورس يعني منبع طاقة ما يحبس يعني كي تحبس الشمس تحبس الحياة عذية طبعا متجدد متجدد وكونتينو وبقوة يعني أنت أعرف كيف تدي من هذا الطاقة وتحولها إلى الطاقة التي تستعملها أنت سواء كهرباء أو غاز أو حاجة خطر الإمكانيات البشرية في الجزائر كين موجودة موجودة ولكن نرجع للإمكانيات هذو والراهم رهم اللي متهمش تهمش اللي رهم مش مستغل أصلا في الميدان انتاعه رهم مش مستغل ولي كما قلوا كرهوا بطل هل فيه الآن مثلا إذا تكلمنا من الزاوية الاقتصادية هل فيه الآن توجهات الآن دولية فيما يخص استغلال الثروات الباطنية وعلى رأسي الغاز السخري هل فيه الآن مصارح دولية يعني ممكن أن تعمل على يعني تحريك وطيرة إنتاج الغاز السخري أنا نحن نقول حاجة تفضل لا ما كملت لك المعلومات يعني توجهات دولية الآن مصارح إقليمية كنا نتكلمها على على أمريكا وقلت لك باللي هذه المقال في نويورستاين كان بدأ يعلق على الغاز السخري نعم أولا على البترول السخري في البداية كان البترول ثم تحولها غاز المقال الأخير وش قل قل استعملنا البترول والغاز السخري في مرحلة خلاص مرحلة انتخالية الآن رحنا نطور التاقات المتجددة أولا التاقات الشمسية وطاو تكلف لجميع التاقات وصربوا باللي الآن التاقات الشمسية رح يتكلف أقل من الغاز من وجهة اقتصادية بحثة نمشي مباشرة الاستثمار في الطاقة الشمسية عوض أن نمر على استغلال الطاقة الباطنية المتمثلة في الغاز السخري نعم أنا رح أكثر من هذه يعني كنرجع للزانالي استراتيجي يعني كتدرس التحالي استراتيجي حنا نشوف باللي واحد من المشاكل الكبيرة في الغاز السخري والناس ندو به هي تلوث المياه البطنية أنت كتأخذ منطقة وين المياه قليلة جدا وسديز وفصيل يعني من جانب البيئي والأمن البيئة أو الأخر فيه تانيك تداعيات وين تقول أنت اللي راه يحرّض فيها باش نعمل نحفر هناك بلك مراش يحب لي الخير لكن فيها موكي قضية حوار قضية طرح الفكرة في البداية قضية مناقش الأفكار في البداية قبل اللجوء إلى استغلال يعني تهيئة الظروف أنا نشجع لولا حوار الولايات المتحدة الأمريكية قبل ما تمشي لاستغلال الغاز عملت حوار شماعي وفتحة للحوار لازم تانيك ترانسبارانس يعني كين مهندسين وكين حلول هذه الإشكالية ولازم على مرأة خلينا نبقى في الزاوية الاقتصادية تكون عندنا نظرة استشرافية لتوجهات الدولية فيما يخص استعمال الطاقة البديل يعني فيه نظرة الآن توجه الدول في استغلال الطاقة الشمسية لماذا لا نمشي وفق هذا الملحة سيحسني أنا شاطر لما يتكلم على لابد يكون حوار الحوار بين خبار أقبل الكش طبعا ما نزلنا ندخل سياسة في الحوار طبعا يبقى حوار علمي تقني طبعا كان حلول هذيك اللي بغينا بغيثان إن إحنا لما نشاركوا لابد نكونوا بالنعين نجيبوا حلول وشوفوا الخبراء المؤهلين وش هننقولوا إحنا هننقولوا باللي صح الغاز السيخلي لابد بش يستغل طبعا أي وقت لما نتحكموا على بعض الأمور وتكلف كيف هننخفضوا تكلفة تكلفة تكون قليلا أنا نقول لهم كان حلول أخرى الأولى على بالك بلنا نحرق الغاز يعني نحرق طبعا في الفضاء أو يروح هذاك تستعمل تقريبا ستم لاير مت مكعب سنوية وش هننقول قال نستعمل وش هنهرق إزدواج ما بنتقى الشمسية وهذاك الغاز للمحة بش نولد القهراء بهذاك غير بهذا الحل نقدر يعني نثمن نثمن ستين مليار مت المكعب سنويا ممتاز ستين مليار هذا هو تصديق التعقل ستين مليار صحيح هو ستين مليار سنويا هذا كان بروblem دوبتيميزان فهمت نحن نران نمشي صنفيد باك نوبتيميزان سمع حب تبركو روح لازم كي تعمل الاستثمار لازم تشوف طولي بوان دوبتر هذو ما تعود تعود تراتيهم تفولي بالوريزي اليروسيكلي ممتاز تعود ترمي تدخلهم يولي منتجين مشي نأمل الأستاذ ثوفيق حسني والدكتور شريف سوامي مشاهدي للكرام أننا قد لممنا بأطراف الموضوع السياسة التقوي في الجزائر بين الدراسات الاستراتيجية والمتطلبات الاقتصادية شكرا لكم مشاهدينا الكرام الشكر وموصول لضيفي الكريمين شكرا بارك الله فيك شكرا شريف سوامي إلى المتقن إن شاء الله بارك الله فيك